السيام جنة السيام جنة موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فهم السيام جنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه اللهم علمنا ما جهنا وذكرنا ما نسينا وأدخنا برحمتك في عبادك الصالحين مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة أفآم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه حلقة جديدة من حلقات الصيام جنة وحلقة اليوم إن شاء الله سنتناول فيها حدثا عظيما من الأحداث التي عاشتها الأمة ولها تاريخ عظيم ولا تنسى وهي حادثة بدر وإن شاء الله معكم مخاطفكم خليفة ميراوي والشيخ رضا الخلادي والشيخ الشادلي العزعوزي الشيخ رضا أهلا وسهلا ومرحبا بك مرحبا بيكم شخليفة مرحبا بالمستمعين رب يتقبل مننا الصيام والقيام مرحبا الله فيكم الشيخ الشادلي أهلا وسهلا ومرحبا بك السلام عليكم مرحبا سي رضا مرحبا خليفة مرحبا سيدة المستمعين تقبلوا الله صيامكم وقيامكم وجعل طاعتكم في بيسان حسناتكم أيها المستمعون هذه الأمة لها أحداث تاريخية عظيمة جدا وهذه الأحداث نتناولها خاصة في ذكراها وفي كل ما يمر عليها تمر سناء إلا ونتناول خاصة في هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي اقترنا بهذه الأحداث العظيمة منها غزوة بدر ومعروف أن في رمضان تمت فيه أحداث كثيرة وهو شهر صيام وربما الشيخ رضا وشيخ شادلي الكثير من الناس اللي يقولوا أنه رمضان ينزم الإنسان يرتاح فيه وينزم يتفرغ وما يخدمش وما يعملش أعظم الأحداث في تاريخ الأمة تمت في شهر رمضان حتى بعد العهد الرشدي وبعد ذلك فتوحات وغير ذلك فهناك حادثة عظيمة جدا وهي حادثة بدر لم يسبق لها مثيل لعدة أشياء هذه الحادثة باعتبارها أنها أول تقاتل أو تجابة أو لقاء بين المسلمين وبين مشركي مكة مشركي قريج والقوات تختلف جدا ومتفاوتة حتى أن الأحصائيات تقول أن عدد الجنود لدى المسلمين ما بين 313 و 315 وعدد الجنود لدى المشركين ما بين تسعمائة وخمسين وألف جنود وعدد الخيول هناك اثنان لدى المسلمين وسبعين لدى المشركين وعدد الإبل زادة سبعين لدى المسلمين وسبعمائة لدى المشركين وإذا نتراه هنا القوى متفاوتة ولكن تم فيها نصر عظيم جدا وفيها من المواقف والعبر إن شاء الله اللي نمروا بها ومتبعات الحال مشي بينها الشيخ رضاء والشيخ شادلي فالشيخ رضاء هذا الحدث العظيم الذي عشته الأمة في العهد النبوي وهي غزوة بدر لها معاني ولها أثار كبيرة جدا ولها لو تقدمها لنا أو للمستمعين برك الله فيك شكرا برك الله فيكم سخليفة برك الله فيك سشادلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالله ثقة وأستعين وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم أسليما أربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وقولي قدمت شيخ خليفة أن الحداث اليوم أو الحديث اليوم عن حدث عظيم نعم عن الحداث العظيم اللي هو غزوة بدر وفي الحقيقة أنا منيش مش نخذ أو ربما نحن في الحلقة هذه مش مش ناخذ هو الغزوة بالتفصيل الدقيق للأحداث لأن هذا قد يطول ويطول جدا نعم ولكن فما معاني كبيرة ومعاني كبرى يلزمنا نقف عندها أجل المعاني هذه وأعليها العبر مش نخليها أكثر الاستشار اللي في التفصيل ومش ناخذ بعض الأحداث وبعض الأسباب والأحداث ولكن حب ندخل أنا بمقدمة نحن نتحدث عن الغزوة أو عن الجهاد في الإسلام وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلمهم يعني العبادة يعلمهم المعاملات حتى في الجهاد يزم يعلمهم كيف يكون الجهاد وما الغاية من الجهاد وما المقصد من الجهاد أكيد كلنا نعرف أن العرب في الجهلية كانوا قبل يعني يعتمدوا على الغزو وعلى الاعتداء بعضهم على بعض لأقواتهم والغارات هذه كانت يعني عادي جدا عندهم أن قبيلة تغرى على قبيلة وتعتدي وتظلم وتفتك عادي إلى درجة أنهم يعني يسبوا النساء إلى درجة أنهم يعني تنتهكي الأعراض وذلك علش الجهلي زمن الجهلي يعني يعني يأت بنته لم يعملها الوأدة ذاك الموؤودة وسئلت بأي ذنب قتلت يعني الوأدة ذاك لكثرة الغارات من القبائل لكن الإسلام منهج جديد في الحياة الإسلام منهج إنساني منهج الرفق ومنهج المحبة ومنهج الإنسانية الإنسانية الإنسان كيفاش ما لا يسمح لقبيلة قوية أن تعتدي على قبيلة أخرى أو شخص يعتدي على شخص هذا لا يسمح في الإسلام وذلك شرعا محرم ولذا لابد أن يكون منهج الجهاد وقتال العدو منهج رباني بطبيعة حالة من الله سبحانه وتعالى الوحي ومن النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والإفهام الناس فكان يحثهم على وجوب إعلاء كلمة الحق هذا المقصد من الجهاد إعلاء كلمة الحق ودحر الباطل هم أهل القريش هم أهل القريش هم متمسكين بالباطل منهج النبي صلى الله عليه وسلم يلزم يكون في المنهج هذا منهج يعني إعلاء الحق ودحر الباطل يلزم يكون في كل جهاد بالنسبة للفتوحات الإسلامية كل ما يفم فتوحات إسلامية يلزم يكون منهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ما هو شي يعني ظلم ما هوش اعتداء ما هوش يعني استعمار ما هوش استبداد بل هو يعني فتح وهو معنى لنشر الفضيلة بين الناس وهذاك عليش نحن نقول الفتوحات الاسلامية معنىش يعني معارك عن فتوحات عن فتح مكة عن فتح المصر عن فتح افريقيا عن فتح الاندلس إلى غير ذلك وهنا نحب نذكر ان انت بديت سخليفة انا في شهر رمضان هو شهر العمل شهر الجهاد شهر الكدح شهر المضاعفة الاجر نعم كانت في غزوات كثيرة اتو نرجع للأحداث انا ولو باجاز ولكن نحب نقول ان كان في رمضان فتحات نقول غزوات يعني الغزوة هي اللي يحذر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم احذر في رمضان او كان موجود في رمضان في غزوة بادر هذه وفي غزوة او في فتح مكة اما الفتوحات الاسلامية تقريبا عشرة عشرة فتوحات اسلامية كانت في رمضان وكانت على منهج النبوة كانت على اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ما هوش معناها قمع كما قلت وقتل وتنكيل بالعدو واحراق المدن ابدا معناش هذي نعرف وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وغاية الجهاد هي يعني بيان الحق اعلاء الحق دي ما هذا يروحشنا باعلاء الحق ارانا نحن نحبه هذا شرع الله يوصل كل الناس يوصل للناس يوصل يعني لما خرجت الفتحات يعني الى بلاد فارس والى بلاد الروم فيما بعد لا تمنعنا الجيوش او لا يمنعنا العدو على نشر الحق لعامة الناس هذه المقصد وهذا الكليات الكبرى في الدين فكانت يعني بسرعة انا امر بسرعة على اهم الفتحات نستذكر عشرة فتحات وقعت في رمضان لولا هي غزوة بدر الثاني فتح مك تاريخي هنا ثالث القادسي الرابع فتح الاندلس مياه وتقريبا مياه ومياه هجري تسعة وعين هجري ثم بعد بلاد الشهداء وسبحان الله في بلاد الشهداء اذي اش فيها من روعة واش فيها من يعني رحمات وفتحات على المسلمين ان تثبيت الاسلام في اوروبا كان بهذه الغزوة او هذا الفتح فتح بلاد ما يسمى ببلاد الشهداء اللي وقعت عام مياه وربعة عشر هجري اللي يعني استشهد فيها كثير من المسلمين صحيح واللي نشوفه نحن المسلمين اللي خرجوا من الجزيرة العربية وخرجوا من شمال افريقيا ووصلوا حتى الحدود باريس تقريب لكن كثرت كثرت يعني هنا اوروبا خافت خافت من مد الاسلامي بسرعة انا يعني حدث صغير المنمر بيه بسرعة خافت من الحدث الاسلامي فاعدت زيوش جرارة رهيبة لم يشهدها العالم الكل في الوقت هذا تقريب اربعمائة الف جندي من الافرنج ومينار جيرمان ومن الانجليز اربعمائة الف ضد اربعين الف من المسلمين ومع هذا كان لا اقول الفتح لانه نهزم هناك جيش الاسلام لكن كان الفتح في بلاد الغال لاعتبار ان امتدت الفتوحات بعد بلاد الشهداء قلت بعد بلاد الشهداء فما فتح عمورية لو كان يعني بطبيعة الحال يعني من اكبر الفتوح في رمضان كيف كيف امر بسرعة معركة عين جلوت اللي ضد عمورية ضد الروم فتح عمورية ضد الروم وانهزم فيها الجيش الروماني الروم من قبل الدولة العباسية المسلمين معركة عين جلوت كانت ضد التتار والمغول وذي مشهورة جدا وكان فيها يعني كف عداء التتار والمغول على المسلمين وعلى غير المسلمين لان التتار والمغول كانوا مش يزحفوا الى افريقيا الى مصر والى تونس ليبيا وتونس وشمال الفريق ومش يزحفوا كيف كيف الاوروبا ربي سبحانه صلت عليهم الفتأ صلت عليهم المسلمين وشد ازر المسلمين في رمضان وانتصر المسلمون في رمضان على على التتار والمغول في عين جلوت هذه معركة عظيمة بعد معركة حسطين وكلنا نعرفها ونسمع بها صلاح الدين وجولاته صولاته وتردوا للإفرانج من بيت المقدس كذلك فتح القسطنطينية يعني هذا يعني حدث عظيم كل هذه الفتوحات كلها في رمضان فتح القسطنطينية 1500 هجري 1500 يعني ميلاد يقوله تقريب بعد 800 هجري الفتح الاخير والنصر الاخير هو حرب اكتوبر اللي كان في رمضان نعم ضد اليهود الصهاين المستبدين المستغلين لأرض الإسلام والمسلمين شاء الله ربي حرر فلسطين كل فلسطين من شرهم ومن خبثهم هذا يعني حبيث مقدمة عامة للحديث عن رمضان وعن الجهاد في رمضان وعن أسلوب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجهاد في الجهاد ما هو أسلوب يعني متاع كما قلت أسلوب الجاهلية في القمع وأسلوب الجاهلية في الاستبداد وإنما هو يعني أسلوب الرحمة أسلوب الرفق أسلوب المحبة اللي هو يعني المقصد متاع الجهاد هو نشر كلمة الحق ودحر الباطل وإبعاد الناس عن عبادة الأوهام والأصنام إلى عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد إلى قيم قيم كبرى وقيم عظمى اللي نادى بها الإسلام حتى يعني تسود تسود كل بلاد الله سبحانه وتعالى تسود العالم كله تسود وهذا كان منهج المسلمين كان هذا أسلوبهم ما كانونش يفكر يقول أنا معناها في عصبيتي أنا معناها في بلاد العرب كويك فيها وانتشر الإسلام في بلاد العرب لا كانوا المسلمين يعني بالجهادهم وبقتالهم وبتضحياتهم كانوا يحبوا يوصلوا الإسلام إلى كل بلاد العالم كل إنسان يعني وهو سبحان الله نفهمه منه كيفاش أن المسلم يعني بطبعه إنسان خيري إنسان قيمي يحب الخير للناس ما ما يكون هذاك في آخر بلاد العالم اللي في الصين في آخر الصين غادي يحب المسلمين المسلم يحب أن يصل الإسلام إلى ناس في الصين يحب الإسلام المسلم يحب الإسلام يوصل إلى شمال أوروبا مش حتى أوروبا جنوبها هذه هذه كانت يعني وسيط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام وفي الفتوحات التي يعني لابد أن تكون عندها معنى معنى يعني إيجابي نفهموه كما أذكرت ونعود عدة مرات رأوا ما هو شيء غزو ما هو شيء قتل ما هو شيء الإسلام عمره ما كان هذا منهجه ما هو شيء اعتدام يعني كان لما تقع يعني الحرب أو قبل وقع الحرب كان فهم يعني حوار بين المسلمين والعدو يقولون إما أن يعني تدخلوا الإسلام إما أن تدخلوا الإسلام يعني ولكم ما لنا وعليكم ما علينا أو أن تدفعوا الجزية تدفعونا الجزية مش معنى يعني أنتم توليوا من رعاية المسلمين وتخليونا نمروا للي بعدكم ونحن نحميوكم خليونا نمروا للأمم والدول اللي بعدكم ما حبيتوشي وقتها الثالثة إليها الحرب لكن الحرب هذه آخر حاجة لكن من لول دعوة للإسلام دعوة إلى الحق دعوة إلى اجتناب الباطل والشرك قالوا لا ونحن تم من رعاينا ندفعوا الجزية وحاجة بسيطة برشة الجزية ونمروا إلى غيركم خليونا نتعداوا إلى غيركم من الأمم الأخرى متى منعوناش لأن رسالتنا نحن نشر الإسلام رانجينا نشر الإسلام إذا أنتم مقبلتوا ما رحبا مقبلتوا شي عليكم الجزية ونتعداوا لغيركم هذا يعني توطأ عامة للموضوع أكيد أن أحداث بدر يعني أحداث عظيمة وجزئيات كثيرة نخذها بشوي بشوي بما يسمح الوقت تفضل خليفة ربي بارك شيخ رضاء إذن هناك معلومة هامة جدا ذكرتها شيخ رضاء في ما يتعلق بأن الإسلام ما هوش هو اللي يبادر بالقتال والغزو ولكن من وقف في طريقه أو منعه من نشر هذه الدعوة التي هي خير لكل العباد والخير مطلوب حتى إنسانيين أن ينشر الإنسان الخير فما بالك بالإسلام والله سبحانه وتعالى يقول لنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالإسلام لم يبادر في أي غزوة المسلمون لم يبادروا بالقتال ولكن عندما يعتدى عليهم أو يوقفوا في طريقهم عند ذلك هم يقاتلون ويدافعون وحتى الجزية اللي يخذوها كيف مذكرت شيخ برك الله فيك أنها مقابل حماية المسلمين لهم لأن المسلمين يحموه وقت لهم ما هو مش بشي قاتل معهم ولكن يحموهم شيخ شادلي هذه غزوة عظيمة جدا غزوة بدر وفيها عبر وفيها عدة أشياء فأتفضل شيخ شادلي لو تذكر لنا بعض ما يتعلق بهذا الحدث العظيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالله ثقة واستعين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه الدروس والعبر التي يمكن أن نتعلمها من هذه الغزوة العظيمة لا يمكن أن نحصيها ولا يمكن أن تكون في حصة واحدة بل لابد أن نترك الوقت لذلك من بين هذه النقاط أولا رب العزة جل وعلى عظم ما شأن هذا اليوم وهو يوم يوم بدر وعظم من حضره من المسلمين والملائكة سبحان الله العليه العظيم سورة كاملة يعني سجلت هذا الحدث التاريخي لهو سورة الأنفال ثم أن المولى سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم باسم مذكور في القرآن الكريم يوم الفرقان كذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدرك الخاصة اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من 313 أو 315 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وولد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني أهل بدر هم صفوة صفوة الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا مش كذلك مش كذلك الصحابة كذلك الملائكة هم كذلك هم دراجات في صحيح البخاري جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم يعني قدش فنما كان تحطوهم أي فنما كان أهل بدر فنما كان تحطوهم قال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين هذا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه وسلم فقال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة أكل الملائكة التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة هم من أشرف الملائكة ومن أفضلها يوم بدر هو يوم العظيم وقلبت فيه بكري اذكر سريذا قال أن القلبت فيه الموازين بين الموازين المادية متاع الشرك وثقلت موازين الدينية الغيبية المعنوية أول بطبيعة الحال بالجانب الإيماني هنا هو الذي رجح كفة المسلمين يعني وقت اللي اذكرت سيادتك الكفة وفي البداية كانت بالجانب المادي لا بد أن تنتصر لقريش العدد العدد والعتد والعدة الكل اللي صالح قريش لكن تم جانب هام هو الجانب الإيماني الذي رجح كفة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممكن كذلك نذكر كيف حاز القائد القائد أن نعرف ذلك ولكن بعد هذا الفصل سنعود إلى الأقوى المستمعين بعد هذا الفصل إن شاء الله سنعود ورحمة الله وبركاته وبركاته عدنا عليكم بعد هذا الفصل في هذه الحلقة المتعلقة بغزوة بدر وكنت الشيخ الشاد قلت كيف يمكن أن يكون القائد مطاعا وينال ويحوز ثقة جندي نعم الوضح أن كما أذكر سيريذا وطأ في ذلك منذ البداية أن هذه أول غزوة يلتقي فيها جيش المسلمين مع جيش قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يدعي كثير من الناس هو مجرد رسول فقط بل هو باني دولة وقائد عسكري القائد العسكري اللي هو سيد خلق صلى الله وسلم وتحته تثمية وثلتاش جندي كيف سينالون هم أولا ثقته طاعته ومحبته ثم نقاط عديدة أولا عن طريق الشور ثانيا أن يتساول القائد بجنده حتى ولو كان جندية البسيطة ثالثا عدالة القائد حتى في أحلك الظروف بين جنوده وبين نفسه نحب نبدأ عن طريق عن طريق الشورى أين تجسدت الشورى في هذه الغزوة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني فر أبو سفيان بالقاف لمتاعه النبي صلى الله عليه وسلم عسكر قبل أبار بد سأله صحابي واحد اسمه الحباب بن المنذر قاله يا رسول الله هل هذا المنزل أنزلكه الله أما هو الحرب والخدعة والمكيد إن كان وحيا من الله لا نناقج لذلك إن كان رأيا منك فهذا يعني يمكن أن نغيره قال بل أبو الحرب والخدعة والمكيد قال يا رسول الله هذا المنزل ليس بمنزل فمر الجندة فليتقدموا وضع خلفنا الآبارة واطمص الآبارة فنشربوا يعني باش خليوا كان بير وحدة فنشربوا ولا يشربوا وهذا تكتيك حربي قبل لما تبدأ المعركة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينهر هذا الجندي الجندي صغير الجندي صغير في الجيش كان النجم النبي صلى الله عليه وسلم ينهره لكنه استمع إلى رأيي بل أكثر من ذلك غير الجيش كله في المعركة هذه نتيجة الشورى بارك لو فيك الشيخ الشادلي في الحقيقة هي مواقف كثيرة جدا تدل على الشورى كيف يمكن على الشورى وهناك مواقف تدل على محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام صحيح والولا له المطلق عليه الصلاة والسلام لأنه لا يدعو إلا إلى خير وجاء بالخير عليه الصلاة والسلام والمعركة هم جدا أو المعركة كما ذكرت يخوضها المسلمون صمح القرآن يوم الفرقان يعني يوم الفرقان وعددهم قليل والمشركون عددهم كثير وعددهم أكثر وأكثر وكان هناك الأنصار بطبيعة حال في المدينة هناك الأنصار والمهاجرون صحيح والأنصار كان سيدهم سعد ابن معاء صحيح رضي الله تعالى عنه وكانت له كلمة لدى الأنصار يسمعونه ويأخذون برأيه ويتبعونه إذا أشار عليه بشيء اتبعوه فهذا الصحابي الجلي كان الأنصار أو سكان المدينة في بيعة العقبة كانوا قد عهدوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءهم إلى المدينة وهجر إليهم فإنهم يحمونه لكن داخل المدينة لا خارج المدينة وغزوة بدر ستكون خارج المدينة بين بدر وبين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 160 كم نعم فإذا فكان عليه الصلاة والسلام يتخوف ربما الأنصار لا يخرجون معه كيف كان موقفه باعتبار تلك المعاهدة المعاهدة الأولى التي تمت نعم بين سكان المدينة الأنصار وبين النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال أشيروا علي أيها الناس أشيروا عليها أيها الناس أول من تكلم تكلم سيدنا بي بكر يعني وزير الدولة الأول ثم المستشار الثاني النبي صلى الله عليه وسلم محبش يسمع بعد ما تكلم سيدنا بي بكر النبي محبش يسمع عودها أشيروا علي أيها الناس تكلم سيدنا عمر لكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع تكلم سيدنا المقداد هنو متلافة من صحاب لكن رحظ بالضبط هؤلاء كانوا من المهاجرين فماذا كان موقف الأنصار يا سيد خليش وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر ما سيكون عليه الأنصار بالضبط من موقف حول هذه الغزوة بطبيعة الحال بعد ما قال رسول عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس وإنما كان كما قلنا يريد الأنصار ويريد أن يعرف رأي الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس هم كانوا أكثر من المهاجرين بطبيعة الحال وأنهم بطبيعة الحال حين بايعوه بالعقبة قالوا في المعاهدة هذه يا رسول الله إن براء من لمامك حتى تصل إلى ديارنا بطبيعة الحال يعني 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 نحن سنحميك ما دمت بيننا فإذا خرجت يعني نحن في حل من هذه المعاهدة نعم ولاحظت جيدا لتخريفة أنا أذكرت قلت ما بين بدر وما بين المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم ينصر يكرمات وهذا ما خارجه وذلك عليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحو على الصحابة فماذا قال هذا الأنصاري عندما ألحى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال سيدنا سعد بن المعاذ في وهو قائد الأنصار في طبيعة الحال وهو قائد الأوص والقاجر في نفس الوقت فالسخريفة هو سعد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه يقصدهم يقصدهم فقال رضي الله تعالى عمه سعد والله لك أنك تريدنا يا رسول الله بالضبط هنا فهم الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد الأنصار ولا يقصد المهاجرين فالسخريفة فقال عليه الصلاة والسلام أجل قال اسمع القول ذيه الإمان قال فقد آمنا بك وصدقناك وشاهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطعم فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالله الذي بعثك بالحق لو استعرضت من هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى أن تلقى بنا عدوا غدا إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك مننا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله قمة الطاعة قمة الطاعة وقمة الإيمان كيف إنقاد هذا الأنصاري وهؤلاء الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحنا أعطيناك المواثيق والعهود إمتاعنا والله لو أمرت أنا بش نخوضوا البحر ذايا أنا نطيعينك وما تخل شوف القوة ما تخلف منها أحد فلسل ذا نحظة بركة إذا كانت تسمح سكريف أحنا الكلام هذا اللي قالوا سعد وفرح به الرسول عليه الصلاة وزاد نشط وشجعوا على الحرب هذه سعد هذا عنده ثلاثة حاجات يقولهم هو أنا عجبتني برسا واللي هي ربما نحتاجي لها ومفتوضة شوية هش يقول يقول سعد من وعاد ثلاث أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف ضعيف أش يقول لولا ما صليت صلاة منذ أسلمت حتى أفرغ منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر شيء آخر يعني الخشوع ويقول ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها الله أكبر يعني هنا خشوع كامل تام في هذه الجناز واش يقول بعد وهذا يخليه هو يعطيه هذا الإيمان العظيم اللي عند الصلاة وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا علمت أنه الحق يعني دون أن شيء عظيم دون أن يعني عارض النبي صلى الله عليه وسلم استخليفة تحب نفهم وحاج راهم الصحابة هذوما مش بش يدفعوا مش بش يدفعوا فلوس لا لا سيدهم رب بش يدفعوا في حياتهم والدلوس عظيمة أنت خذيت من طرق الشورى شوف عندما انتهت الحرب استخليفة عندما انتهت الحرب ماذا سيفعله في أسرها بدل سبحان الله برك الله وفيك فما تعليق أنا نحب نواصل في في كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه في 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 عدود درجة الإيمان لهؤلاء الرجال لا يقاسب في أكيد في في معنى الإيمان الحقيقي السليم قلبا وقالبا وعقلا ووجدانا ويعني جسما ومالا كل يعني تضحية في سبيل الله عليش هذا الكل أولا لأن هذوك الله سبحانه وتعالى صحابة اصطفاهم أن يبعث أن يبعث أن يبعث أن يبعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الكروم قرني ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم اطلب الحماية من من الأنصار وما وفقوا عن الحماية وقالوا نحميك مما نحمي منه أبنائنا وزوجاتنا في المدينة هذا يخارج المدينة لكن لكن أنتم ما ذكرتوها كلمة خارج المدينة والمعنى هذا يعني ذكرتوه وهذا وهذه نحن المعاني اللي حجنا بقى المعاني الإيمانية لما هما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عاش معاهم وعمين نحن ربما ما ما ذكرناش أن الغزوة كانت يعني بعد السنة الثانية بعد عمين من الهجرة لما عاشوا صحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمين هذوك العمين هذوك وشافوه شافوا معجزات وشافوا أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وشافوا يعني كيف يحب الحبيب وحبيبه كيفاش معناه النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم وهما كيفاش يبدلوه المحبة الحقيقية حتى أكونوا أحبة إليك من نفسك من ولدك ووالدك ونفسك التي بين جنبيك هذي المحبة الحقيقية لما كان هذا بالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في اللول طلب منه بيش يخرجوا للقافلة فما أحدث نحنا ما تحدثناش عليه علاش خاطر الدرس متاعنا أو الجلسة متاعنا هذه في غزوة بدل ما تعناش بالأحداث بقدر ما تعنها بالعبر هما يعني الصحابة رضي الله عنهم خرجوا لاعتراض القافلة قافلة أبو سفيان أبو سفيان كان معاه أربعين حارس القافلة أربعين جندي هما خرجوا ثلاثمائة وثلاثتاش والرسول صلى الله عليه وسلم استعجلهم ولهذا تقول كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدعي أهل العوالي اللي هما أطراف المدينة ما استدعاهمش يعني قال خوفا فرار القافلة اللي هو أمر شرعي يقول قال يخي يعترذ القافلة يعني نعم عادي وعادي جدا ليش لأن أصل أموال المسلمين في القافلة هذيك نعم أصل أموال المسلمين نهبوها منهم صهيب صهيب ابن سينان سمى صهيب الرومي رضي الله عنه رضي الله عنه لما هاجر كان صهيب من أغنى الناس لما هو حامل ماله معاه مش يهاجر به يا أبو سفيان واللي معاه أبو سفيان يعني اعترضوا سهيب رضي الله عنه وقالوا له أنت جيتنا فقير والآن أصبح الثروة متاعك عظيمة حاجتين إما أن نقتلك أو أن تترك كل أموالك تعطينا أموالك الكل قال لهم أنا سيبوني أهاجر هذه قوة الإيمان ومحبة رسول الله محبة رسول الله في الهجرة في بادر في غيرها هذه صورة من الصور المحبة للمصطفى صلى الله وفى المكان الفلاني ويعرفوا لي هو صادق وهم يعرفوا وصيبوه وخلوه يهاجر أكيد اخذوه أموال المسلمين صحيح المسلمين أغلبهم يعني كثير منهم مهاجرين قصد لا المسلمين في زمن النبي الصلاة والآلا والسلام في مكة أغلبهم كان فقير لكن كثير منهم كان له من المال الكثير الأموال هذه كلها افتكها يعني هذه نحب النقطة نوريها ربما بعض العباد يقولوا يعني سيقطع السبيل على القافلة هذية هو أموال المسلمين هذيك استرجاع أموال لما لم تثبت القافلة فرت ولم يثبت الاعتراضها فقريش لما اغتاضت علشان ندخل طرف أحداث اغتاضت قريش كيفاش كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يعترض لنا القافلة متاعنا وين هيبة قريش وين مكانة قريش فأكيد وقتها خاصة أبو جاهل ونجمع معاه يعني من أعداء أعداء الإسلام أعدوا للخروج للقافلة ألف جندي لما يعني القافلة منعت كثير من القريش قالوا أي منعت القافلة نرجع على الروح لا يعني أبو جاهل شط صحيح شرار القوم في قريش شط صحيح زمن أن أدبوا المسلمين هذوما باش معاش يرجعوننا ويعترضون القوافل بتاعنا لكن الله سبحانه وتعالى أراد إحدى الحسنين إما القافلة ووعد النبي صلى الله عليه وسلم مصطحاب بذلك إما القافلة أو الانتصار على العدو فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهز كما قال يا شهد يا بكري كما قلت أنت يحذر في الناس يعني معنويا على المستوى النفسي مستوى النفسي لما لما لأعداد الأوس والخزرج لما كان الخزرج 170 170 من الخزرج 61 من الأوس 83 من المهاجرين هذا ما كله 314 لما يسمعوا عامة الجنود يسمعوا سعد ابو معاذش يقول كلامه متاع سعد ابو معاذ كيفاش مش ينزل على قلوب المهاجرين والأنصار بالضبط يشجع هذا يعني معناه الرجل القائد اللي تربى عن القائد هو سعد ابو معاذ من أكبر قادة المسلمين نعم لكن تربى وين تربى في كل عامين هذوك كهو في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في عامين كهو فما بايك يعني بأبي بكر وما بايك بأمر وما بايك بكبار الصحابة اللي هما معناها يعني كين مرتبة أمبياء هما في مرتبة الأمبياء لما المصدف صلى الله عليه وسلم يقول العلماء العلماء ورثت الأمبياء هما Georini أعلم العلماء يعني صحابة وهم في مرتبة الأمبياء لما هم هذا كلام اللي ما حاشنا به بايش الناس يسمعوه حاشنا بكلام يعني المواعظ والعبر والحكم من الغزوة هدية اللي هي بطبيعة الحال يعني تنزل بردا وسلاما على المسلم اللي يحب رسوله والمسلم اللي يحب القرآن والمسلم اللي يحب دينه وقيم دينه يحس أن الغزوة هذية راهي نصر عظيم نصر معنوي أكثر منه ماده وإن كان هو النصر المادي والنصر العسكري موجود ولكن النصر النصر المعنوي النصر اللي فيه يعني قوة الإيمان للمسلمين واللي حقق ربي سبحانه وتعالى بالمسلمين باجتهاد موجودهم وبأعانته سبحانه وتعالى النصر النقطة من النقاط أو درس من الدروس المستفادة كيف يتساوى القائد مع جنديه في هذه المعركة إحنا إذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وإذكر سليدها كيف يجخرجوا من المدينة يعني اعتاني حدث آخر الحدث في الخروش كيف يجخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعاقبون على البعير سخليفة بكري قال سبعير هما 313 أو 314 كانوا يتعاقبون على بعير النبي صلى الله عليه وسلم سبعين بعير. سبعين بعير ايه. سبعين بعير. يعني كي مش نعمل بعملية حسابية. مش نلقاوا كل التفهم الناس يشتركوا في بعير. النقطة اللي موجودة هي النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا ابوه لبابة. وسيدنا علي بن ابي طالب يتعاقبون على بعير واحدين. الله لازم نتخيلوها سريضاء. المسافة قداش المسافة مية وستين كيلومتر. معناها كل واحد فيهم اقل حاجة بش يمشي مئة كيلومتر على سقيه. كل واحد اخو ثلو شيء. باهي. زوز من الصحابة سيدنا ابوه لبابة. وسيدنا علي اشفقة. على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا رسول الله اركب انتي وخلينا لحن. هي محبة. محبة. لو كان انت سيشاد اللي يعني تكون مع رسول الله في السيد. والله. ها استحذرها استحذرها انتي توفق. ها هي الاشكال. كيفاش تنجم تمشي مئة ستين كيلومتر. لأ كنكونوا نحن مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اكيد انا والله العظيم مش مش نخليوه يعني 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 البعير على طوله. يعني نحملوه على قلوبنا وعلى روسنا وعلى سيد الخلق. كمة الصلاعة كيفاش انا ربي اصطفى محمدا واصطفى له صحابته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتما باقوى مني. احسب النبي صلى الله وسلم قدش عمره. اي. يعني الهناء. وقت. خمسين وزيدوا عامين. خمسة وخمسين سناء. ما انتما باقوى مني. ولا انا باغنى عن الاجر منكم. سبحان الله العليه العظيم. سيد الخلق. يعني سيد الخلق الذي غفر الله له ما تقدمه من ذنبه وما تاخره. يمشي على اقدامه ويترك ابو لوبابه يركب قبل. ثم ينزل سيد نبي بلوبابه. يركب سيدنا عليه. ثم اكثر من ذلك هما يخليوا الراحلة تمشي. وحدها ترتاح. موقف اخر عظيم جدا. في الشورى. واقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الحرب. وفيت. اي. السبعين اللي ماتوا وسبعين اللي وقواوا اسرة. اي. شبنا عملو فيهم ايه من اسرة السليدان. اللي اخذوا منهم الفدي. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم استشار قائده. زوزوزر امتهى. سيد نبي بكر. سيدنا عمر. ايوة. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا 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 بي بكر قالوا يا رسول الله هم اهلنا واحبتنا. الى غير ذلك. ميسيرش نخدم عندهم الفدي. ميسير نخدم عندهم الفداء. اي. النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى سيدنا بي باك. قال لسيدنا عمر قيا عمر. ماذا ترى. ماذا ترى. قال يا رسول الله. والله نعمل فيه من السيف. فما للنسيف. خاصة يعني كبار رؤوس الكفر. موجود. سبع تعالوا. رؤوس الكفر. موجودين. موجودين في اه في الاسل. هذا موقف اه سيدنا عمر. وعرف وعلم سيدنا عمر. علم عنه ماذا. بشدته. نعم. وقفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال الى سيدنا بي بكر. ليؤلف القلوب. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي ان يأخذ ان يكون له اسراء حتى يضخي نفعر. يقول روة الحديث ان سيدنا عمر تخلى على سيدنا بي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم. فوجداهما يبكيين. يبكي وزوت. لماذا. ما بيكون ما يا رسول الله. قال ما نزل فيك. ثم كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة يتساوى القائد مع جنده نبي صلى الله عليه وسلم. جاب تكتيك عسكري جديد في هذه المعركة. ذكرت ذلك سليضاء. سيشدي سمحني لك نحن نختم الغزوة. آخر الغزوة. عطينا الغزوة وآخر الاحداث في الغزوة. مش ننكملوا ثم زى دقيقة ولا دقيقتين. نكملوا اخر الاحداث في الغزوة خاطرة انتهاء الواقض تسلي. اللا إحا آخر آخر. آخر احداث في الغزوة. ماكي الحدثية المتاع يعني الأسرة عجل عمل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. آآ. الحدث clause رو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم الفداء. يعني اات شوف حتى تأليف النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب لقلوب هؤلاء الناس. شوف خليفة رم عدوه وخرجوه وهجروا أصحابه وانتصر عليهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يتشف بهم يعني هؤلاء كان يمكن أن يأخذ بمشهورة سيدنا أبي باك بمشهورة سيدنا عمر ولا حرج في ذلك يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي سيدنا سيدنا عمر لكان عادلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى من درجة العدل إلى درجة الإحسان فأخذ منهم الفداء من أجمل من أجمل مش نكمله يعني في نصف دقيقة سيدنا هو من أجمل صور صور الفداء هو أن الغير قادر على أن يفدي نفسه بالمال بماذا فدى نفسه بماذا فدى نفسه كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم اللي ما عندوش الفداء وهذا موجود في كتب السيرة الكل اللي ما عندوش الفداء المنق غير قادر على فداء نفسه يعلم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة صحيح يعني شوفوا المدرسة شوفوا طلب العلم شوفوا الحدث هذه والفكرة هذه متع تعليم الأطفال يعني ما فمشي ما أجمل من هذه الصورة في تحقيق معنى طلب العلم في تحقيق معنى الحرص على طلب العلم وأن يكون المسلم يعني متمكن من الكتابة ومن القراءة وأن يكون بالفعل يعني إنسان نافع لأمتي كلها مواش يجاهل وأمي يعني ديننا بخلاصة كبيرة ديننا روما يحيا وما يتطور وما تظهر محاسنه إلا بالعلم إلا بالعلم العالم هو اللي يكون نافع بإذن الله برك الله فيك شيخ رضا برك الله فيك شيخ رضا أنا تعليش بركة بش يعطي روما بكلي إقبال في عدد الصحابة لكن ماشي كان في محاب كانوا يتوزعوا الأسرة على الصحابة في دولهم وقموا بهم وكان يوصع لهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم وإذا كلفتمون فأعينوهم على الأسرة وعلى الخدم حد القرآن نعم أي آتينا إلى نهاية هذه الحلقة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتهرنا من جميع الذنوب والآثام وأدخلنا الجنة بسلام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصيام جنة أصيام جنة موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة الفام أصيام جنة